أكد وزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف سعي الوزارة لتطبيق إليات تساهم في تحقيق الاستفادة القصوى للطلاب خلال اليوم الدراسي جاء ذلك خلال لقائه محافظة الغربية وقيادات التعليم بمحافظة الغربية والمنوفية وكافر الشيخ لمناقشة القضايا والتحديات التي تواجه منظمة التعليم حيث أوضح عبداللطيف أن الوزارة تواجه أربعة تحديات رئيسية تعمل على حلها قبل بداية العام الدراسي المقبل مضيفا أن كل إدارة تعليمية لها طبيعة خاصة ويجب أن تكون حلول مشكلة لكثير من المشاكل وأن تكون ملائمة وقابلة للتنفيذ